بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والأله وصحبه جميعا بعد في الحقيقة يعني أنه لازال الفقهاء وأهل العلم يذكرون في كتبهم شواهد شعرية يذكرون شواهد شعرية عاد بين مقل من ذلك ومستكتر يعني مثلا مسائل نافر من الأزرق لعبد الله بن عباس رضي الله عنه فعلى سبيل المثال مسائل نافع من الأزرق لحبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه يعني كلما يسئله عن معنى آية لا تكاد تجد إجابة إلا ويذكر معها عبد الله بن عباس رضي الله عنه شاهد من الشواهد الشعرية التي تؤكد معنى الآية الذي يذكره عبد الله بن عباس وكذلك مثلا إمام الشافعي رحمه الله سواء في كتاب الأم أو كتاب الرسالة في هذين الكتابين أيضا أكثر من إراد الشواهد الشعرية حتى أن في بعض المسائل مثلا في كتاب الرسالة ذكر أربع شواهد شعرية على أو لتقرير مسألة من المسائل التي كان يتناولها في هذا الكتاب واحتجاج الفقاء تحديدا بالشواهد الشعرية يأتي لأسباب أهمها المسائل التي لها علاقة في باب دلالات الألفاظ دلالات الألفاظ يعني مثلا اللفظ العام والمطلق والمقيد والأمور هذه كذلك في مسألة التعريفات اللغوية فتجد كثيرا من الفقاء من يذكرون أبيات شعرية احتجاجا أو يعني استشهادا لتوضيح معنى لغوي أو تصحيح خطأ يرونه يرون أن القول الآخر وقع فيه فيقول له مثلا أن أنت استشهادك في الآية هذه خطأ لأن الآية هذه مو معناها كذا وإنما معناها كذا بدليل قول الشعر ويذكر له بعض الأبيات الشعرية لذلك يعني هذا جانب جانب آخر أن سبحان الله مرات ذكر المعلومة بشكل غير مباشر يخلي ثباتها في الذهن أكثر من لو ذكرت بشكل مباشر يعني مرات مثلا لما أذكر بيت شعر إذا كان شخص مثلا يحب الشعر فيكون المقصود أصالة هو الشاهد الشعري ويذكر تبعا لذلك يعني معلومة فقهية سبحان الله هنا تلقى المعلومة الفقهية تثبت أكثر مثل القصة يعني القصة تعطيك معنى وتغرسها في الذهن بطريقة غير مباشرة يمكن صاحب القصة ما قال لك الفائدة بشكل مباشر أو المعنى اللي بيوصلها بشكل مباشر لكن الموقف هو اللي يغرسها في الذهن لذلك يعني ومن هذا المنطلط ورغبة أولا يعني في إفادة نفسي بدأت يعني قبل سنوات أن أجمع بيات الشعر اللي يذكرونها الفقهاء يحتجون فيها أو يستشدون فيها على بعض المسائل يعني جاءت يعني محصلة كبيرة لكن سبحان الله بعدين عادت الشيط مع الدكتوراه طقت بريك طقت بريك وما قدرت يعني أهتم في مثل ما كان سابقا الموضوع اليوم راح أتكلم فيه عن أو أذكر فيه يعني بعض الشواهد الشعرية فقط في مسائل البيوع بس بس وما راح تكون كثير راح يعني أختار يعني بعض هذه الشواهد الشعرية فمن هذه الشواهد مثلا قول القائل أنا كنتحط لكم بصورة عن الشغلة هذه اللي بقولها اللي يقول إذا التاجر الهندي جاء بفأرة من المسكي راحت في مفارقهم تجري إذا التاجر الهندي جاء بفأرة من المسكي راحت في مفارقهم تجري هذا البيت ذكره ابن قدامى رحمه الله في كتاب له اللي هو المعروف شو اسمه؟ المغني ذكرها لما تكلم عن مسألة بيع فأرة المسك بيع فأرة المسك في المذهب لا يجوز بيع فأرة المسك لأن الطيب داخلها يعني يعتبر يرون أن بيعها يعتبر فيه جهالة بسبب التالي ما يصححون هذا البيع متى ذكرها الشاهد الشعري هذا لما تكلم لأن المغني عبارة عن شرح لكتاب اسمه مختصر الخرقي فذكر مثال على الأشياء التي لا يجوز بيعها عندهم اللي هي مسك في فأرته المسك في فأرته وذكر أن الفأرة هي الوعاء الذي يحوي المسك وذكر فيه الشاهد هذا اللي ذكرته قبل قيل إذا التاجر الهندي وجاء بفأرة من المسكي راحت في مفارقهم تجري طيب شنو هالبيت هذا من اللي قال هالبيت هذا شسالفتها سالفتها إن أحد التابعين أرسل إلى طبعا هذا فيما يروي يعني ذكر يعني أحد المؤرخين قديما ذكر أن أحد التابعين اسمه خالد بن الصعق أنا إن شاء الله ما أكون غلط في طريقة ضبط اللف أرسل إلى عمر رضي الله ليشتكي من يعني ما يفعل بعض عماله على الأقاليم أن تأتيهم يعني يعني فجأة تلقى صار عنده خير ويركب أفضل أنواع الجيات ويستعمل أفضل أنواع العطور والطيب المسك فيقول فيقول هذا الشاعر وهو يعني يتساءل يقول يعني نحن نبيع إذا باعوا ونغزوا إذا غزوا فأنا لهم المال ولسنا بذي وفري نحن نبيع مثل ما يبيعون ونغزوا مثل ما يغزون شون هم عندهم فلوس ونحن ما عندنا فقال حق عمر رضي الله عنه فقاسمهم نفسي فداؤك إنهم سيرضون إن قاسمتهم منك بالشطري فخل اللي يملكونه بينك وبينهم بالنص يعني نص حق الدولة ونص لهم فشاطرهم عمر أو قاسمهم نصف أموالهم كما تذكر هذه الرواية هذا موضع من المواضع التي ذكرت فيه البذر موضع آخر عن تصرية الإذل أو الغنم أو البقر ما معنى التصرية هي حبس اللبن في الضر ثم بعد ذلك تعرض للبيع يقول أحد الفقاء الشافعي وهو الماوردي أبو الحسن الماوردي عند كتاب الحاوي يقول أما التصرية في اللغة هذا يبيننا ليش يعني الفقاء يذكرون الأبيات الشعرية يقول أما التصرية في اللغة فهي الجمع يقال صريت الماء من الحوض بمعنى جمعت الماء من الحوض ولذلك يقول الأغلب العجلي يقول رب غلام قد صرى في فقرته ماء الشباب عنفوان شرته ويقول أيضا ولذلك ذكر أحد الشعراء يقول إن صرينا حب ليلة فانتثر إن صرينا حب ليلة فانتثر وغرنا منه وكان من شعر إلى آخر القصيدة التي يعني تذكر في هذا المعنى طيب الرجز هذا اللي قال الأغلب العجلي طبعا الأغلب العجلي معروف أنه من الشعراء اللي أدركوا الجاهلية والإسلام يعتبر من المخضرمين ويقال عنه أن أول من يعني أطال في الرجز كان الأراجيز اللي يكتبها ويقولها طويلة فكانه أول من يعني رجز الأراجيز الطوال من العرب يقولوا عننا أن عاش تسعين سنة حول ستين منها كانت يعني في الجاهلية البيت الثاني البيت الثاني بدايته كانت ليس عليك نسجه فاسحب وجر إلا على من لا تبالي أن تصر بعده إنا صررنا حب ليلة فانتثر وغرنا منه وكاء من شعر وكاء من شعر غطاء من الشعر طيب المثال الثالث نحن خذينا شنو شنو المثال اللي خذيناهم أو الشعرين شنو واحد عن التصرية واحد عن فأرة المسك الثالث الثالث هذا الحين القائل مالكي اللي ذكر البيت هذا اللي راح يستشد فيه من فقهاء المالكية إذا شخص المسألة اللي ذكرها الفقيه هذا اللي هو ابن يونس رحمه الله مسألة لو أن شخص اشترى بيت اشترى بيت وكانوا جيرانه جيران سوء جيرانه جيران سوء يقول إمام مالك أن في الحالة هذه لو أن واحد شخص اشترى بيت وكان الجيران جيران سوء يحق للمشتري أن يفسخ البيع ويثبت لخيار يسمونه خيار العيب خيار العيب يعني عيب في السلع عيب في البيت أن يكون جيرانه جيران سوء فيذكر أن الإمام مالك يرى أن هذا العيب اللي هو جيران السوء عيب ترد به العقود أو يفسخ به البيع وذكر الفقيه المالك يقول للشاعر يقول يلومونني يلومونني إذ بعت بالرخص منزلا ولم بس أنا مشكلة يا سبحانه البروجيكتر يصير الخط أوضح يقول يلومونني إذ بعت بالرخص منزلا ولم يعرف جارا هناك ينغص يلومونني إذ بعت بالرخص منزلا ولم يعرف جارا هناك ينغص فقلت لهم كفوا الملامة فإنها بجيرانها تغلو الديار وترخصوا يعني استشهد في هذا البيت لتأكيد ما ذكره الإمام مالك أن الجيران السوء يعتبر عيب تفسخ به البيع هذا البيت ذكره أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن الشريشي وهو من أدباء القرن السابع هجري طيب هنجم مثال خلينا ثلاثة الأول كان فأرة المسك والثاني كان التصري والثالث جار السوء اللي هو خيار العيد المثال الرابع هو عن مسألة بيع المزابنة بيع المزابنة ورد عن النفس السلم أنه نهى عن بيع المزابنة ورخص في بيع العراية المزابنة هي بيع الرطب وهو على رؤوس النخل ويكون الثمن منقد يكون الثمن تمر أو رطب ليش نهى نمسلم عن هذا الأمر عن يباع أو عن بيع المزابنة هذا يعتبر صورة من صور الربا الربا معروف إما ربا بيوع أو ربا قروب هذا النوع اللي هو المزابنة ربا بيوع ليس ربا قروب ربا بيوع طيب يقول أيضا الماوردي في الحول والماوردي من أكثر رفقاء أيضا إرادا للشواهد الشعرية كان يذكر كثيرا أبياتا من الشعر تكلم عن معنى المزابنة لكن ذكرين شنو أصل كلمة المزابنة شنو المزابنة يعني ككلمة كمعنى لغوي غض النظر عن معنى في الحديث شرعيكم يعني شنو تتوقع نجو إلي إخفاء إخفاء لا توقع يعني يقول يقول شي اسم عمرو بن كلثوم إذا عضت ثقاف بهاش مأزت وولتهم عشوزانة زبونة عشوزانة إذا انقلبت أرنت تشج قفل مثقفة والجبينة الزبون شنو الزبون أوكي لا المزابنة أصلا في اللغة الدفع الدفع أو يعني الزبن هو الدفع والمزابنة على وزن شنو مفاعلة مدافعة على وزن مفاعلة اللي هي المدافعة والزبانية لأنهم شنو يدفعون إلى وين يدفعون إلى النار في ذلك سميت مزابنة يقول الشاعر هنا اللي يذكر الماوردي يقول له مستعجب مما يرى من أناتنا فلو زبنته الحرب لم يتزمزني فلو زبنته الحرب لم يتزمزني يقول له هذا تعجب مننا حشون يعني عندنا أنات وهذا وهو نفسه لو يعني تدفع الحرب ما يتحرك ما يسوي شيء طيب هذا إذن بيع المزابنة وأصل كلمة المزابنة شنو؟ المدافعة فاللي يعني يعطي اللي يدفع واحد يدفع رطب فلذلك فيها شنو؟ دفع طيب رخص النبي عليه الصلاة والسلام في بيع العراية في بيع شنو؟ العراية عن شم يتأخذينا؟ خمس أو شنوهم أول شيء؟ التصرية التصرية فأرة المسك فسخ العقد بخيار لعب يسبب الجار السيء بعدين؟ المزابنة الخامس لا علاقة بالمزابنة اللي هو العراية العراية هذه تعتبر استثناء من بيع المزابنة النبي السلام نهي عن بيع المزابنة اللي هو أنه شخص يشتري الرطب وهو على راس النخل ويكون المقابل شنو؟ تمر لكن العراية هي الاستثناء الجائز من شنو؟ من بيع المزابنة بيع العراية هي الاستثناء الجائز شنو بيع العراية؟ إنه مثلاً تكون لشخص محتاج ما يملك النقد وتكون بخمسة أوسق أو دون خمسة أوسق الوسق ستين ساع فرخص أن يسلم في هذه الحالة ببيع العراية أنزين بعض الفقهاء شوف الحنشون احتجوا شوف أثر الشاهد الشعري في الاستدلال على المسألة هذه بعض الفقهاء لا يرون إن بيع العراية مضاح والحديث كانوا الحديث أول شيء المقصود بالعرية يعني الهبة التي تكون على سبيل الهبة هذه ما يجوز أن تباع ولا يجوز أن يبيعها إلا إذا كان اللي يبي يشتريها هو الواهب إذا كان الواهب هو من سيشتريها فيجوز من زينه غير الواهب قالوا لا يجوز شوف شون استدلوا على المسألة هذه هذا البيت ذكره فقه من فقاء الحنفية اللي هو أبو بكر الجصاص أبو بكر الجصاص أبو بكر الجصاص ذكرها القول هذا وقال ويدل عليه قول الشاعر يصف نخلة ليست بسنهاء ولا رجبية ولكن عراية في السنين الجوائحي عراية في السنين الجوائحي بمعنى أنها شنو أعطيها هبة أعطيهم عطية أعطيهم عطية فاستخدم العراية كأنها شنو بمعنى الهبة فاحتجوا فيها شوف احتجوا فيها يعني قول من الأقوال الفقهية طبعا ابن قدامى رحمه الله أيضا ذكر البيت هذا الشعري ورد عليه قال احنا أول شيء عندنا الحديث حديثنا نمسلم حديث زيد بن ثابت اللي هو نمسلم رخص في بيع العراية صريح وصريح في جوازها جواز بيعها من غير الواهب وطبعا هذا الشعر اللي هو ليست بسناء ولا رجبية ولكن عراية في السنين الجوائحي قائلة سويد ابن الصامت رضي الله عنه وارضاه سويد لقي النبي على السلام في أحد الأسواق وذكروا أنه مات يعني قبل الهجرة يعني بايع النفسلم والتقل النفسلم في العقبة يمكن ثم مات قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام يقول سويد أدين وما ديني عليكم بمغرم ولكن على الشم الجلادي القوادحي حين تكلم عن النخل تكلم عن النخلة يقول على كل خوار كأن جدوعها طلين بقار أو بحمات مائحي وليست بسنهاء ولا رجبية ولكن عراية في السنين الجوائحي طيب وهو أبو بكر الصقلي نسبة إلى وين الصقلية عندها كتاب يقول هنا يقول وَلِذَلِكَ ماذا تفهم منها؟ اللام هذي أشرح عبارة لإمام مالك رحمه الله اللي هي هذه وَلِذَلِكَ يُكْرَهِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلًا وذكر قول الشاعر فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأَنِّي وَمَالِكًا لطول اجتماعٍ لم نبت ليلةً معه هذه قصيدة منه؟ متمم ابن النويرة أو ابن النويرة يرثي منه؟ أخاه اللي هو مالك ابن النويرة اللي يقول وَعِشْنَا بِخَيْرٍ فِي الْحَيَاةِ وَقَبْلَنَا أَصَابَ أَصَابَ الْمَنَا يَرَهْطَ كِسْرًا وَتُبَّعَ وَكُنَّا كَنِدْمَانَي جَذِيمَةٍ من الدهر حتى قيل لن يتصدع وَكُنَّا كَنِدْمَانَي جَذِيمَةَ حُقْبَةً من الدهر حتى قيل لن يتصدع فلما تفرقنا كأني ومالكاً لطول اجتماعاً لم نبت ليلةً معه سبحان الله طالت الأيام رغم طول الأيام مع بعض لكن سبحان الله لما مات كأن لأننا ما كنا مع بعض ليلة واحدة الشاهد من البيت شنو؟ لطول اجتماعاً لطول اجتماعاً شنو معناها هنا؟ ومع طول الاجتماع لكن كأن لم نبت ليلةً معه طيب آخر مسألة هم الفقاء يذكرونها هنا يعني هذا مثلاً الصقلي كرف الموضع هذا يعني عشان يوجه قول قول الإمام مالك رحمه الله استعمال الله مهني أخيراً مسألة العينة مسألة العينة يقول ما ورد أيضاً في الحاوي يقول وصورة بيع العينة هو أخذ العين بالربح مشتقن الاسم من المعنى وذكر قول الشاعر ويقول أيضاً هذا البيت أنشدنيه أبو حامد الإسفراييني أبو حامد الإسفراييني يقول أنا الدانو أمنعتانو أم ينبري لنا فتن مثل نصلي السيفي هزت مضاربه أو هزت مضاربه ما أدري أنا شون تشكيلها يقول يعني الحين لما يتكلم قاعد يشرح شنو معنا بيته معنى بيع العينة معروف بيع العينة اللي هو أن أبيع سلعة بثمن مرتفع مؤجل ثم أعيد شراءها ثم أعيد شراءها بثمن أقل وأدفعها حالاً واضحة واضحة أعيدها باختصار عشان عبد الرحمن الحين مثلاً تلفون شنو بيع العينة الحين التلفون التلفون هذا أيني عبد الرحمن يقول أنا أبي محتاج مثلاً أمية دينار 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 المخصصات أمية دينار أمية دينار هناك من خطرا أو 提ش Extension